عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجارية تنفيذها بمحافظة القليبية واستعرض محافظة قليبية أيمن عطية أمام رئيس الوزراء الخطة الاستثمارية للمحافظ وتطور تمويل اعتمادات تمويل الخطة الاستثمارية عن الأعوام المالية السابقة 2018-2019 حتى العام المالي 2023-2024 مشيرا إلى أنه على مدار الأعوام المشار إليها شهد تمويل الخطة الاستثمارية بالمحافظة زيادة مستمرة